السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم ومدرسين جديد إذا كنت لم تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو اللي يصلك كل جديد البعض يتابع القناة لكن لا تنسى ان يشترك بالقناة قبل متابعة الفيديو تأكد انك ضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس اللي يصلك الفيديو جديد كل يوم بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن استخدام هذا التركيب Have Get Something Done أنه نحصل على شيء أو ينجز شيء ما أو ينجز فعل ما أو حدث ما عن طريق شخص ما ليس نحن ما نقوم بهذا الحدث وإنما شخص آخر أو طلبنا من شخص آخر أن يقوم بهذا الحدث نتكلم عن هذا التركيب بشكل مفصل درس مهم جدا تابع نهاية الفيديو هناك الكثير من المعلومات المهمة لتستخدمها أثناء اللغة المحكية أو المكتوبة إذن هذا التركيب Have Get Something Done إذن نستخدم Have أو Get أحدهما والشيء الذي نريد أن نجزه وبعدين نستخدم Done إذن ننتبه لهذه الجملتين I Must Paint My Room يجب أن أدهن أو أطلي غرفتي I Must Paint My Room الجمل الأخرى I Must Get My Room Painted يعني يجب أن تطلع غرفتي الجمل الأولى It Means I Will Paint It By Myself إذن سأدهنها بنفسي الجمل الثانية I Will Ask Someone To Paint It سأطلب من شخص ما أن يدهن غرفتي اللحظة هذا التركيب استخدمنا Get كما قلنا My Room يعني الشيء الذي يريد أن ينجزه إذن Something بعدين يكون التصرف الثالث من Paint نضع للفعل Ed Painted طبعا Done لماذا وضعنا Done؟ لأنه لدينا Do الماضي Did والتصرف الثالث أو شكل الثالث الثالث للفعل هو Done أيضا عندنا Paint Painted Painted دائما الفعل النظامي المضافه Ed هو نفسه لشكل الثاني بماضي بسيط ويكون اسم المفعول لشكل الثالث للفعل إذن I Must نفسها والفعل نفسه لكن استخدمنا Get My Room أيضا نفسها لكن Paint وضعت Painted I Must Paint My Room I Must Get My Room Painted كما قلنا الجملة الأولى أنا من سيدهن الغرفة الجملة الثانية سأطلب من شخص ما أن يدهن هذه الغرفة ممكن شخص يسأل كيف يكون شكل الفعل نستخدم Have و Get بأي زمن ممكن زمن Continuous المستمر Perfect Attempt Past الماضي وهكذا ممكن يكون بأي زمن يعني Have ممكن تصبح Having ممكن تصبح Had أيضا Get ومتصبح Got Getting إذن على حسب الزمن يعني تصبح بأي زمن أيضا Object المفعول به والفعل نحاوله على الشكل الثالث أو نستخدم الفعل بالشكل الثالث للفعل أو التصرف الثالث للفعل إذن هذا الشكل الفعل هذا الشكل التركيب إذا أطلب من شخص هو الذي يقوم بهذا العمل Have أو Get Object بعدين يكون عندنا Verb 3 لاحظة هذه الجملة I repaired my car إذن صلحت سيارتي أو أصلحت سيارتي إذن لاحظة جملة Subject الفعل عندنا Verb In past simple إذن الماضي البسيط وعندنا The rest of the sentence تتمت الجملة إذن I repaired my car It means I repaired the car by myself إذن أصلحت السيارة بنفسي لكن I had my car repaired إذن صلحت سيارتي أو صلحت سيارتي المعنى بهذه الجملة إنه طلبت من شخص ما أن يصلحها فأصلحها يعني My car was repaired by someone else إذن بشخص أو سيارتي صلحت من قبل شخص آخر إذن هذه أنا اللي إذا صلحت السيارة أنا الذي أصلحت السيارة myself by myself This one somebody إذن somebody شخص ما أصلح سيارتي كما قلنا Had ممكن يكون Have أو Get بأي زمن هنا بالماضي نستخدم Had بالماضي عندنا الـ Object يعني فعل التصليح وقع على السيارة إذن نضع المفعول به وبعدها نستخدم الفعل بالتصريف الثالث إذن Had My car repair إذن كما قلنا الشكل Have أو Get بأي زمن هذا بالماضي البسيط إذن نستخدم Had بالماضي البسيط بعدين مفعول به نضعه في بداية نضعه في المنتصف والفعل يكون بالتصريف الثالث كما قلنا الفعل المضعف لأيدي يكون بالتصريف الثالث وتصريف الثالث إذن I repaired my car أصلحت سيارتي I had my car repaired لقد أصلحت سيارتي عن طريق شخص ما We had Our picture taken يعني تقطت لنا صورة زمن هذه الجملة بيكون عندنا Past Simple إذن ماضي بسيط لماذا؟ لأنه عندنا هذا بل ماضي كما قلنا شكل الفعل بيكون عندنا Have أو Get عندنا Our picture هي الأوبجيط المفعول به عندنا Taken فيرب 3 لأنه عندنا Took Taken We had Our picture Taken إذن ماضي بسيط Simple Past إذن Simple Past الجملة الثانية I'm getting كما نعلم عندنا الفعل Get عندنا نضيف InG لاحظة الكلمة ممتهبة T وقبلها حرف صوتي قبل ما نضيف InG We double the last consonant letter إذن نضاعف حرف الساكل الأخير ونضيف InG تصبح Getting I'm getting هذه الجملة بالPresent Continuous بالمضارع المستمر لاحظ وضعنا I'm getting بعدين عندنا The carpet إذن سجادة والVerb 3 Cleaned إذا كما قلنا الشكل الفعل يكون Have أو Get يكون عندنا Object المفعول به وبعدين نستخدم الVerb 3 هذا الحال استخدمنا Get لكن بحالة Continuous Am Getting الObject هو Carpet السجادة الVerb 3 Cleaned إذن هذا فعل نظامي لأنه عندنا Clean Cleaned Cleaned I'm getting the carpet cleaned يعني السجادة تنظف الآن لكن من ننظفها ليس أنا طلبت من شخص آخر هو الذي يقوم بعملية التنظيف لكن أخبرك I'm getting the carpet clean يعني السجادة تنظف الآن من ننظفها إذن شخص آخر وليس أنا أيضا We had our picture taken التقطنا صورتنا ليس بأنفسنا لكن طلبنا من شخص آخر أن يقوم بهذا الشي She has had a tooth pulled out هذا الجملة Present Perfect إذن مضارع تام لماذا؟ لأن عندنا has وهذا بالVerb 3 فعل بالتصريف الثالث نسميه Present Perfect has had عندنا a tooth هو الأوبجيكت المفعول به عندنا pulled out إذن فعل بالتصريف الثالث لما عندنا pull إذن يسحب pulled out إذن بس نضيف إيدي يصبح الفعل بالتصريف الثالث She has had a tooth pulled out إذن نسمي الجملة هذه Present Perfect لماذا؟ has والفعل بالتصريف الثالث الجملة الثانية نسميها Present Continuous لدينا لدينا we had نسميه Simple Past إذن ماضي بسيط We're having our flat redecorated إذن يعاد تزيين شقةنا إذن لاحظ الفعل redecorate يعيد تزيين ضفناله D أصبح بالVerb 3 redecorated زمن الجملة هذه نسميه Present Continuous لماذا؟ لو عدنا R و Have مضاف إلى ING لاحظ Have كما نعلم منتهى بE عند أضافة ING نحذف E ونضيف ING لا نستطيع أن أكتوب بهذا الشكل Having هذا خطأ لا يأتي E بعدين ING إذن هذا خطأ عدنا Where هي اختصار We are We are having لكن دائما باللغة الإنجليزية استخدمون المختصر Where having Our flat redecorated لاحظ Have بالمستمر عندنا Our flat Object redecorated Verb 3 الفعل بالتصريف الثالث I want to get my hair cut very short يعني أريد أن أقص شعري أجعله قصير جدا بهذا الحال ليس أنا من يقص شعري شخص آخر I want to get my hair cut very short لاحظ بعد 2 نستخدم الفعل بصغط المصدر مصدر الفعل get لاحظ لا نستخدم getting إذن get my hair object المفعول به cut التصريف الثالث لأنه كما نعلم cut cut بالتصريف الثاني cut بالتصريف الثالث كما هي مثل عندنا put 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 نفس شكل الفعل بالثلاث أشكال للفعل إذن جملة هذه we're having our flat redecorated present continuous إذن مضارع مستمر واستخدمنا الشكل كما قلنا have والفعل بالتصريف الثالث ويكون بالوسط الأوبجيكت مفعول به I want to get my hair cut very short إذن استخدم مع 2 الفعل بصيغة المصدر بعدين object والفعل بالتصريف الثالث إذن بهذا الشكل تكلمنا عن التركيب have get object نستخدمه عندما نطلب من شخص ما أن يقوم بفعل ما وليس نحن الذي يقوم بهذا الحدث أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته